سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية اللقاء مع سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي 2023 وقد أعرب سعادة وزير الإعلام عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الملتقى والذي يعد فرصة لتبادل وجهة النظر حيال العلاقة ما بين الجسم الإعلامي والجسم الدبلوماسي بما يصب في صالح الوطن والمواطنين مباركاً للجميع نجاح التنظيم لليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين والمتقى الدبلوماسي بالإضافة إلى حفل تخريج دفعات الدبلوماسيين وشيداً بالكوادر الدبلوماسية الشابة والمؤهلة تأهيلاً عالياً ودورهم في نقل الصورة المشارفة لمملكة البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مشيراً سعادته إلى أن الدبلوماسية البحرينية رسمت لها خطاً واضحاً من الاعتدال والتوازن والشفافية وأكد سعادة وزير الإعلام أهمية قطاع الإعلام ودوره الحيوي باعتباره داعماً ومسانداً للجهود الدبلوماسية لتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وتسليط الضوء على ما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات تنموية في ظل العهد الزهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكداً حرص الوزارة على استمرار التعاون القائم بينها وبين وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية الإعلامية بما يخدم المصالح الإعلامية والسياسية المشتركة